اعلنت الادارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية عن اتاحة خدمة الاطلاع على قوائم المترشحين عبر الموقع الرسمي للانتخابات حتى الثاني عشر من اكتوبر الجاري وبينت ان طلبات الادراج او الاعتراض بشأن قوائم المترشحين يتم تقديمها من المترشحين لدى اللجان الاشرافية على سلامة الانتخاب حسب كل محافظة من خلال الحضور الشخصي وطبقا للقانون فانه يحق لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك في الدائرة الانتخابية التي تقدم للترشيح فيها بيطلب من اللجنة الاشرافية التابعة له ادراج اسمه ضمن المرشحين او الاعتراض على ادراج اي اسم من المرشحين في دائرته ذاتها وذلك خلال مدة عرض كشوف المرشحين على ان تقوم اللجنة بالفصل في طلب الادراج او الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ويعتبر عدم اصدار اللجنة قرارها في ذلك الاجل قرارا ضمنيا بالرفض فيما يحق لصاحب الشأن الطعن في قرار اللجنة بالرفض الصريح او الضمني خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ صدوره امام محكمة الاستئناف العليا المدنية وتفصل المحكمة في هذا الطعن خلال سبعة ايام من تاريخ اقامة الدعوة بحكم نهائي غير قابل للطعن وفي حال قام احد المترشحين بالاعتراض على مرشح اخر وقامت اللجنة الاشرافية المختصة بالموافقة على طلب الاعتراض ومن ثم رفعت اسمه من كشوف المرشحين فيجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار اللجنة امام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار اللجنة